بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثالث نوي كنا قد بدأنا بنشاطات التعلم وعرفنا أيضا النشاطات وهذا الهدف في هذه الوحدة وفي هذا الكتاب كنا تطبيق التطبيق الإملائي كما عرفت أيضا أخذنا في الوحدة الأولى التطبيق النحوي والآن بدأنا في التطبيق الإملائي أخذنا نشاط التعلم اليوم سنأخذ اختبار بنائي نحن في وحدة تدريبية الثانية في الكفاية الإملائية ولاحظ هنا التطبيق الإملائي هذا هو الهدف من هذه الوحدة وقلنا أن هذا الوحدة أو هذا الكتاب هو تطبيق لما سبق أن درسته في النحوي أو في الإملاء أو في كتب السابقة في الهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تنشئ فقرات ونصوصا دون الوقوع في أي خطأ إملائي موظفا من علامات الترقيم وملتزما بعراف الكتابة هذا هو الهدف أيضا الأول أيضا تلقي نصوصا مراعيا مواطن الوقف وسلامة التنغيم كذلك تصلح الأخطاء الإملائية والترقيمية في أي جملة أو نص يعرض عليك أيضا تميز بين همزتي الوصل والقطع نطقا وكتابة أيضا تحدد الحروف التي تزاد أو تحذف من الكلمة والكلمات التي توصل أو تفصل وأخيرا تعلل رسم بعض الكلمات بالصورة المعطاة في كلمات معينة سواء كانت تتعلق بالهمزة أم بالألف المصطرفة أم بالحذف والزيادة أم بالوصل والفصل هذه هي أهم الأهداف التدريبية تتعلق بهذه الوحدة وبإذن الله ستكون في نهاية هذه الوحدة قد أدخنت تلك الأهداف اختبار بنائي وصلنا إلى اختبار بنائي أخذنا إنشاط التعلم وأخذنا أغلب التطبيقات هنا اختبار بنائي يقيس أيضا مدى ما عرفته لاحظ هنا أولا اقرأ ثم أجب ذاكرة الراوي طبعا القصيدة والنص المضاد للدكتور عبدالله الغذامي جاءنا الشعر الجاهلي بواسطة الرواة الذين كانت الذاكرة هي أداتهم الفاعلة وهذا يعني أننا نتعامل مع الذاكرة وليس مع أي عامل مادي آخر ومن شأن الذاكرة أن تكون انتقائية ومتذوقة وتفرض حينئذ حسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول ويصح هنا أن نقول إن ما نقرأه من الشعر الجاهلي هو مختارات الرواة على أننا أمام نوعين من الرواة ومستويين من النقل فلدينا الرواة والأعراب أبناء الصحراء ولدينا العلماء الذين دونوا الشعر وتسموا باسم الرواة مثل الأصمعي وغيره والانتقاء إذن يمر بمرحلتين من الرواية الأعرابي إلى الرواية المدون وتقول من الراوية الأعرابي أفواً إلى الراوية المدون ومن ذاكرة إلى ذاكرة وذائقة إلى ذائقة مما يشكل ذاكرة مصفاه ومنتقاه لاحظ هنا ألف يقول ضعف الفراغات الموجودة في النص السابق على ما تترقيم مناسبة ضع على ما تترقيم إمكانك العودة للنص ووضع على ما تترقيم ثم بعد ذلك من عراف الكتابي التي التزم بها النص طيب في البداية لاحظ هنا جاءنا الشعر الجاهل بوسط الرواة التي كانت الذاكرة هي أداتهم الفاعلة وهذا هنا علامة الترقيم ما هي؟ جميل أحسنتم هنا علامة الترقيم هي الفاصلة ممتاز وهذا يعني أن التعامل مع الذاكرة هو ليس مع أي عامل مادي آخر ومن شأن الذاكرة أن تكون انتقائية ومتذوقة وتفرض حينئذ حسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول ما العلامة؟ جميل أحسنتم هنا العلامة نقطة نهاية فقرة نقطة ثم فقرة جديدة بعد ذلك إذا هنا انتهاء الفقرة إذا هنا فاصلة لأن هنا كلام فيه تكملة وهنا نقطة طيب ويصح هنا أن نقول أحسنتم هنا علامة الترقيم نقطتان رأسيتان أن نقول إنما نقرأه من الشعر الجاهل ومختارات الرواة على أننا أمام نوعين من الرواة ومستويين من النقل فلدينا الرواة الأعراب لاحظ هنا الأعراب أبناء الصحراء ما العلامة هنا؟ صحيحة أحسنتم هنا القوسان هنا القوسان هنا أبناء الصحراء وكأنها تفسيرية أو ذكر للأعراب منهم كما يقصد أبناء الصحراء هنا أيضا لتحديد أو لأهمية أو لتفسير ولدينا العلماء إذن الرواة العراب والعلماء هو يقصد الرواة العراب بين قوسين أبناء الصحراء والعلماء إذن هذا هو المقصد في الكلام الذين دونوا الشعر تسموا باسم الرواة وهنا ما العلامة مثل قبلها أحسنتم قبل مثل هنا دائما فاصلة كما عرفت تأتي قبل مثل ثم بعد ذلك على ملتين نقطتان رأسيتان مثل الأصمعي وغيره ممتاز طيب والانتقاء إذن يمر بمرحلتين من رواية من الراوية العرابي إلى الراوية المدون من راوية عرابي مقصود به مشافهة وراوية مدون مقصود به العلماء الذين بدأوا بكتابة الشعر ورواته ومن داكرة لذاكرة وذائقة لذائقة مما يشكل داكرة وهنا فاصلة منقوطة من هنا سبب والنتيجة وهنا انتقال مما يشكل وهذا أيضا نتيجة على ذلك وأن هذا الشعر ينتقل من داكرة لذاكرة ومن دائقة لذاكرة بسبب بعد ذلك هذا يشكل أو ينتج عنه يشكل داكرة مصفاه ومنتقاه إذن هنا فاصلة منقوطة لأن هنا دلت على سببها ونتيجة أحسنتم جميلة إذن أنت الآن ميزت علامة الترقيم وأصبحت تفهم كثيرا في ذلك ويمكانك أن تأتي بأي نص يحتمل يحتمل على الترقيم وكذلك تعدل أيضا بعض الأعلامة الترقيم التي وقع فيها مثلا بعض الأخطاء هنا ما العراف الكتاب الذي التزم بها النص ما العراف الكتاب الذي التزم بها النص جميل هنا عنوان رئيس وكتابه في فقرات فقره الأولى ثم نقطة ثم فقره الثانية ثم نقطة ثم فقره الثالثة ثم نقطة وأيضا إبراز الجمل بعض الجمل إبراز بعض الجمل التي ذكرها وهنا أيضا في التنصيص ومع إلى ذلك إذن جميل هنا عنوان رئيس وكتابه في فقرات كتابة في قراءات وأيضا إبراز الجمع ممتاز هنا استخرج من النص السابق عود للنص ونحن قرأناه ووضعنا فيه علامة ترقيم هنا يريد منك أيضا أن تعود للنص وأن تستخرج منه همزة وصل أيضا يريد من النص همزة قطع كذلك يريد منك أن تأتي بهمزة متوسطة على السطر أيضا همزة متوسطة على الألف أيضا همزة متوسطة على الواو وكذلك همزة متوسطة على الياء ثم همزة مصطرفة كله همزات يريد منك أن تأتي من النص تستخرج همزات طبعا لاحظ هنا تكتب الكلمة ثم سبب كتابتها بهذه الصور لماذا كتبت؟ عدل النص واخذ منه أو استخرج من هذا النص همزة همزة وصل أيضا همزة همزة قطع بإمكانك أن تأتي بكتابك وأن تقرأ في الكتاب وأن تستخرج همزة توصل و همزة قطع و همزة متوسطة على السطر و همزة متوسطة على الألف و همزة متوسطة على الوا و أيضا همزة توسطة على الياء ثم همزة متطرفة طيب اقرأ بتمعن أو اقرأ بتأني في النص ثم استخرج منه همزة وصل جميل همزة وصل مثل انتقائية ممتاز انتقائية طيب جميل همزة قطع أننا أننا طيب ممتاز هنا تقول حرف والحروف كله همزة قطع إلا الحروف منسثنا طيب همزة متوسطة على السطر همزة متوسطة على السطر وتكتب على السطر قلنا مثل جاءنا جاءنا همزة متوسطة على السطر لماذا كتبت بهذه الطريقة؟ جميل هنا طبعا مفتوحة وقبلها مد ثم طبعا وصلت بضمير لكنها هنا تقول مفتوحة وقبلها مد فأصبحت هنا متوسطة بعد وصلها بالضمير جاءنا بعد وصلها بالضمير أصبحت متوسطة تقول جاءنا طيب همزة متوسطة على الألف جميل هنا شأن شأن ممتاز لماذا كتبت على الألف؟ ممتاز طبعا هنا هي ساكنة وما قبلها مفتوح وقلنا متوسطة أن تنظر حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها وأن هنا فتحة أقوى من السكون فكتبت هنا على الألف كتبت على الألف طيب همزة متوسطة على الواو ممتاز هنا نقرأه هنا أصبحت متوسطة طبعا لتصالح أيضا بالضمير وهي مضمومة مفتوح ما قبلها هي مضمومة مفتوح ما قبلها والضم هي أقوى من الفتحة وكتبت هنا الهمزة على الواو نقرأه طيب همزة متوسطة على الياء أحسنتم هنا ذائقة جميل همزة أستعليا ذائقة كتبت هنا مكسورة طبعا بعدما دائقة وقلنا إن كانت الهمزة مكسورة خلاص ننظر للحركة الحرف هذه قبلها ومباشرة أن تكتب عليها وكما عرفت القائد همزة متطرفة همزة متطرفة علماء ممتاز هنا همزة متطرفة علماء وكتبت طبعا لأن ما قبلها ساكن ما قبلها ساكن أو تقول علماء مد مد ساكن كتبت هنا على السطر جميل أيضا يريد ألف متطرفة على صورة ألف ولاحظون ألف وألف متطرفة وكلمة عرضت الحذف وكذلك كلمة عرضت الزيادة وكلمة دخلها وصل إذن همزة وهنا ألف متطرفة على صورة ألف وكذلك ألف متطرفة على صورتها وأيضا ألف كلمة تعرضت حذف وزيادة ووصل الألف مضطرف على صورة ألف مقصود بها على صورة ألف يعني على أصل صورتها وهنا على صورة ي ومقصود بها على صورة ي غير منقوطة طيب ألف على صورة ألف طيب لدى هنا على صورة ي جميل اسم بابني مستثنة أيضا من الإسماء المبنية أحسنتم هنا حذف إيش؟ الألف حذف الألف كلمة تعرضت لزيادة جاءنا ناء اتصال النا بالفعل وزيادة النا بالفعل كلمة دخلها وصل حين إذ حين إذ حين وإذ هنا أيضا أصبح هناك وصل بين إذ وحين وتوى ووصل حين بإذ تم وصل حين بإذ طيب تفرض حين إذ نحسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول ممتاز هنا سنقرأ لماذا لم تتصل على بما في العبارة السابقة؟ على ما تنتقيه لماذا لم تتصل على بما في العبارة السابقة؟ ثم أيضا يقول كون سؤالا عن العبارة بحيث تتصل على بما إذن هنا نقول وتفرضوا حين إذ نحسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول لماذا لم تتصل على بما؟ لماذا لماذا تتصل على بما في العبارة؟ جميل طبعا هنا لأنها ليست ماء الاستفهامية بل هي ماء الموصل بمعنى الذي على الذي وغالبا ما تتصل إلا بما الاستفهامية وقد تتصل بموصوله لكن في حالات لكن هنا لم تتصل لأن هنا تتصل في علامة غالبة في حرف الجر يتصل بما الاستفهامية أكثر بما الاستفهامية أكثر ونقول هنا لأن هنا الماء ليست استفهامية على ما تنتقيه هو من معنى الذي وقد تتصل وإن اتصلت لا يحذف أصلا فيها الألف كما عرفته سابقا بل هي ماء الوصل بمعنى الذي طيب كون سؤالا على العبارة بحيث تتصل على بما هنا نذكر سؤالا فيه تتصل على بما في آخر مثلا تقول جميل هنا تقول علامة علامة يفرض الحس الذوقي هنا يقول تفرض حينئذن حس الذوقي على ما تنتقيه من شعر على الذي وهنا بإمكانك تقول علامة يفرض الحس الذوقي هنا علامة هنا تصلت على بما الاستفهامية هنا لاحظ حذف الألف في ماء حذف الألف في ماء وإذن هنا تصلت على بما جميل هنا إملاء سيملي عليك معلمك بعض من القطاع أو بعض من الكلمات بإمكانك أيضا أن تستطيع أن تكتب ذلك وتأكد من سلامة الإملاء على المترقيم وسأعطيك نموذج للإملاء أو سأضع نموذج ثم سأملي عليك وبإمكانك أن لا تنظر مباشرة أن تكتب ثم مع ذلك ستنظر إلى أخطائك وتصحح تلك الأخطاء والهنا نقوم مثلا هي قطعة إملائية بإمكان معلمك أيضا أن يمليها عليك وإمكانك أن تستمع إلي ثم تكتب ما أمليه أنا عليك ثم تعدل أخطائك بعد النظر إلى ذلك فتقول مثلا استقامة هي الاحتدال في جميع الأمور من الأقوال والأفعال والمحافظة على جميع الأحوال التي تكون بها النفس على أفضل حالة وأكملها فلا يظهر منها القبيح ولا يتوجه إليها ذم ولا لوم وذلك إنما يكون بالمحافظة على الشرع الشريف والتمسك بالدين والوقوف عند حدوده والتخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة مجموعة من الجمل قطعة أو فقرة صغيرة وقصيرة بإمكانك أيضا أن تملي أو أن تستمع إلى إملائي ثم تكتب أو زميرك أيضا يملي عليك ثم بعد ذلك تنظر إلى أخطائك تقويم الأداء هذه في نهاية هذه الوحدة هنا قوم نفسك ونقول أخي الطالب أختي الطالب أنت تهيت الآن من دراسة الوحدة وقمت بها دعا عدد من النشاطات الشفافية والكتابية قوم ذاتك في الجدول وهنا قوم ذاتك في هذا الجدول موضوعات الوحدة علامة ترقيم وعرف الكتابة هل أنت أتقنتها من مستوى عالي؟ أم أنك أتقنتها من مستوى متوسط؟ أم أنك أتقنتها قليلا؟ أم لم تتقن؟ وهنا ستقوم نفسك علامة ترقيم وعرف الكتابة كذلك الهمزة في أول الكلمة ووسطها ووسط الكلمة وآخرها هل أتقنتها من مستوى عالي؟ أم أتقنتها من مستوى متوسط؟ أم أتقنتها قليلا؟ أم لم تتقن؟ وأنت هنا تقوم معا حسب ما تعلمت في هذه الوحدة كذلك أتقنتها من مستوى عالي؟ أم أتقنتها بمستوى متوسط؟ أم كذلك أتقنتها قليلا؟ أم لم تتقنها؟ أيضا الوصل والفصل هل أتقنته مستوى عالي كذلك هل أتقنته بمستوى متوسط أم أتقنته قليلا أم لم تتقن أيضا الحذف هل أتقنته مستوى عالي أم متوسط أم لم تتقن قليلا أم لم تتقن مباشرة أو الزيادة أيضا هل أتقنته بمستوى عالي أم أتقنته بمستوى متوسط أم أتقنته قليلا أم لم تتقن وهذا هو الهدف في موضوعات الوحدة لاحظ موضوعات الوحدة وأنت تبين هذا التقييم وتتقن وتقوم فيها نفسك أيضا فهنا يقول علامة الترقيم عرف كتابة الهمزة في أول كلمة وسطها وآخرها والألف مصطرفة والوصل والفصل والحذف الزياد وهي علامة الترقيم وأعراف الكتابة وإيضا ما أخذته من الوحدة الإملائية في الوحدة الإملائية هذه كلها في هذه الدروس هنا ستضع خطة تقول أنت أيضا خطتي المقترحة لضمان استمرارية الإتقان ما الخطة التي ستضعها حتى تستمر في إتقانك وفي معرفة ذلك هذا هو الهدف أن تضع أيضا لك خطة مقترحة لضمان استمرار إتقانك في هذا الوحدة وفي معرفة أيضا علامة الترقيم وفي معرفة عرف الكتابة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين